لازمنا في كورس الويندوز فورم في ديسك توب أبليكيشن وفي ليفل وان سبق وكلمنا عن سي شارب فانتمنتال ديه كورسات وكل كورس وكل كورس محطوط عدد الساعات وعدد الفايلات 15 ساعة 70 فايل واخدنا كورس هنا داتا بيس ديزاين واسي كيو ال سيرفر ده كانت 8 ساعات و 45 ملاف وبعد كده قلنا نخش في الويندوز فورم ده هنضمن له الادو دوت نت واللينكو وبعد كده نخش على ال WPF هو كورس في منتجة الأهمية كان الملف اللي فات اللي خدناه كنا تكلمنا عن ازاي نحمل صور الموظفين او في فورمه معينة ونسجلها اللي هو كان بالمنظر ده وكان الهدف من الملف ده ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع الأدوات وازاي نسجل في الملفات وازاي نسجل صورة ونعرض صورة فاحنا اتطورنا الملف عملنا فيه تطويرين مهمين جدا ان انا مسلا ادخل دلوقتي عنصر تسعة 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 تلات ساعات واكتب اي كلام واكتب هنا هيسمح لي ان انا ادخل ملف من غير صورة هايقول لي ما فيه صورة طب هنعمل اي تسعة ثمانية وسبعين وسبع اي حاجة واضيف بقى هنا صورة فهيسمح لي من غير ما اي مشاكل ان انا اختار الصورة اختار الصورة دي واقول له Add person added طبعا ان انا لو روحت للمجلد اللي هو فيه المشروع هلاقي في جوه 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 هلاقي الامجز اللي انا عمال اضيف عليها بتاخد ارقام الملفات وهلاقي كمان الملف بتاعي اللي هو التكست فايل ده فيه الريكورز كلها اللي عندي طعم كنا اتكلمنا انا هفتح ده بس كده عشان ابحس يعني مش اكتر يعني عايز ابحس عن هفتح المشروع بتاعي بردك ابحس عن وقل له هيجبهولي بصورته طب هبحس تاني عندي ايه عندي فيه زيرو تلاتة زيرو تلاتة جاب لي الشخص ده وقال لي ان هو الامجز بقى الصورة مشابigtenين اتنين اتنين ده من غير صورة جابهولي وقال لي ان هو layout لا اصبح متذبط في الشخص وانا اقدر يضيف بيانات فيها سور بياناتنا في السور يعرض لي ويعرف اذا كان هنا سور ولا لا فيه الجديد اللي ينخذه النهادة Here we are فيكرته انان انا هدوس كده هوا يجب لي كل الدياتا الموجودة بكل اللي قدامه صورة اهلا وسهلا يجيبها لي. دي الدياتا الرقم كذا. والفكرة ببساطة ويجينا مسلا ده بشكل تكس كده سيني كولم بعد كل حاجة. وكان ممكن اغير فيها زي من عايز اقول الكود اكتب ثلاث سطور واكتب حط الصور الثلاث سطور تحت بعض كده واحط الصور. بس احنا اختصارا لايعمل واحدة هيعمل التانية. والصورة فاضية لو الصورة فاضية اجاب لي مكانها فاضي. واحنا ماشيين كده الناس اللي احنا ما ضفنا لها الصور. اللي لسه عاملينهم دلوقت اضفهم في الملف لو حبيته اضيف تاني مسلا كده اضيف واحد تاني يعني مسلا وليكن. تسعين تمانية. بعدين اكتب كده اي كلام عشان نشوفه بس ونكتب هنا رقم تليفون ولا اي حاجة ونضيف صورة برضك. لتسعين تمانية ده وليكن الصورة دي. ونقول له اد ده اضاف هو كده لو ان قلت له شو اول هلاقي بردك اخر واحد ده اضافة اجابه لي بردك هو ببياناته يعني فدي فورم فكرتها فورم كده وبيكتب فيها دايناميك يعني بمسافات متساوية ومش عافية صحيح مهتمت مهتمتش هو المثال هدفه مش ان احنا نعمل برنامج بالبساطة دي او برنامج يعني زي كده لا هو بيعلمنا الاكواد اللي درسناها في كورس سي شارب فندامينتل والاوبجيكت واريانتل بروجراميج وازاي نتعامل مع الادوات برمجية من خلال مثال الى حد ما بيخلينا عندنا حبة مهارات طب تعالي نشوف ده تعمل ازاي نشوف المشروع ده اتعمل ازاي اهو احنا كل اللي اعملنا اه فقاد هنا عملنا حاجة ظريفة فقاد عشان يقدر يديف حاجة من غير الصور الحاجة دي مهمة يعني ان انا دلوقتي لو انا معنديش اه اه جيت عملتي هنا في طبعا لو كنا شرحنا الملف اللي فات هيسجل بقى الصورة في الفولدر ده. بس يسأل if file exist. اللي هي طبعا ال open dialog file. بس الغريب بقى ان هنا الحتة الجديدة دي. انه ازا كان موجود يعني المهم ازا كان موجود يلا سجل الصورة. في المكان. طب مكانش. هيقول لي ازا قابل بس مش هيسجل الصورة. لان اف دي بس هي مرتبطة بالسطر ده. يعني مش هيسجل الصورة لو الفايل مش موجود. طب هيعرف ازاي الفايل مش موجود. وانا اصلا هنا الزرار ده غير الزرار ده خالص. يعني الزرار ده في امتنع عامل بقى كنا عاملين في الملف اللي فات open file dialog كزا. لا ما عملناهاش تحت الزرار ده. ما عملناها فين? بما ان دي بقى الاداة دي مشتركة بين اكتر من ادافة هتبقى مش private هتبقى على مستوى الفورم. فعملنا ايه? عملنا لها هنا هو فوق خالص كده. وانا جوا بعد الفورم دي حاجة public كتبت على طول اسمها هو كزا. فالدفولت بتاعها انها public. طب اما اتحطت في المنطقة دي يعني الكلاس ده public كده. الديفولت بتاعه public. لو رجعت كده ان اي كلاس يعني اي كلاس يعني اي كلاس. الديفولت بتاعه public. الديفولت حتى لو ما كتبتش public فهو الديفولت public. فانا جيت هنا هو جوا الفورم دي. عرفت على مستوى الفورم كلها المتغير اللي اسمه open file direct op. فبالتالي اقدر اعمله استخدمه جوا اي تحت اي اي. يعني وخزنت القيمة يعني خلاص بقى فيه المتغير ده. المتغير ده اللي هو او بي اي اي سي اللي هو النوع ونوع الو. النوع والكلاس اللي هو اآ اديفوا بقى public. ترجع كده لانواع ال scope بتاع ال variable. وكده انواع ال variable. فده public فخلاص كده. بقى بنسباني ان انا اقدر آآ. تحت البوتن ده استخدمه. مع ان هو مش متعرف هنا. تحت اي واحد من دول استخدمه. استخدمته هنا. وخزنت فيه استخدمته هنا. وبعدين دخلت هنا. وانا هنا كده خزنتي فيه استجبته استخدمته خزنتي فيه ايه? اصبح فيه فايل نيم موجود فيه يعني كزا خلاص بقى فيه خلاص ما بقى آآ موجود عندي اللي هو يعني خلاص موجود خلاص طبعا درست كده خلاص فايل نيم موجودة خاصية الفايل نيم دي موجودة فبالتالي لما انا رجعت تاني هنا هو في اد فبقى سهل جدا ان انا هنا هو ان انا اسأل هو موجود او مش موجود يعني قبل اسم الملف موجود ولا مش موجود فورم وان يعني حتى اشوفوا او pusي الي موجود فورم وان يعني ككتب اللي هو كتب هلنا دي قلب لابني ان هو او بنفايل دايلو جفي فورم والو او بي اي سي. ما له. بتاعه موجود ولا مش موجود? يعني موجود الفايل نيم ده ولا مش موجود. دست بقى عندي فايل نيم يعني فيه صورة ولا ما فيه الصورة? اخترت انا ما اخترت الصورة. ازا كان هيسجل ما اخترتش. هيطلعني بس الرسالة دي وفي الحالتين هيطلع الرسالة بتاع زيادت لان هو هي ممكن بقى انا اغير يعني ممكن كنت اكتب بس طبعا هنا حبينا ايه? نبسط الدنيا هنا. فخلاص بس يا الحتة الجديدة بس انها استخدمت متغير عشان اللي هو ده بقدر استخدم الخصائص اللي جواه والحاجات اللي جواه تحت اي بوتون تنديل فكرة جديدة بالنسبة لجزئية دي. طب خلاص خلص الموضوع ده كده. نيجي بقى. خلاص الداتا دي بقت موجودة كلها موجودة. يعني لو فتحت كده هلاقي اني اا اا فولدر ان فايل اكسبلولر. هلاقي وجود جواه الجدد. هلاقي الامجي از اهي? بارقام الاي دي بتاع كل صورة طبعا الصورة اللي مالهاش الا اي دي او الدي او الريكورد اللي مالوه الصورة فمالوش اا اا ومالوش صورة طبعا فمالوش رقم لانا عندي هنا عدد الريكورد اهي. يعني عدد الريكورد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة لكن انا عندي الصور واحد اتنين تلاتة اربعة يعني عدد الصور مش 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 عشرة طبعا سبعة يعني فيه تلات اشخاص ما لهم شيء الصور. ازاي ادمج بقى الملفين دول اللي هو الملف ده اقرأ الملف ده واقرأ الصور دي واجبهم الاتنين واللي مالوز صورة حط مكانه مكان فاضي. ده اللي هو البرمجة بتاعة البوتن اللي هو شو هنشوف بقى الفكرة ايه? هكريات فورم اه اف ار نيو فورم ده كريات عملنا فورم كده من غير ما يبقى عندنا فورم اصلا محطوطة مستحبينها ولا بتاع ما عنديش اغير فورم واحدة دي بس ما هدوس على ده هيكريات فورم كده والكلام ده وعدناه وزدناه قبل كده. اه الفورم ستارت بوزيشن اه فورم ستارت بوزيشن سنتر بيرانت هتتسنتر في البيرانت ريال فورم الاصلية اللي ندهاها يعني. فورم او سنتر سكرين يعني بس هو حسب دي والتانية سنتر سكرين فكده. اه فورم دوت فونت زيس فونت فورم دوت ايكون زيس ايكون. فورم دوت سايز زيس سايز. كلام ده شرح نقبل كده. فورم تيكست اور ريكورد وز فوتوز. لو موجودة فوتوز. وبعدين فيه فورم اوتو سكرول. الفورم دي عشان لو بقى فيها داتا كتير اكبر من حجمها. يتعامل سكرول بار اوتوماتيك تكبر. واتحرك زي ما انت شفت كده من عملنا ران كده هو. وقلت له شو قول. فبقى فيه سكرول كده اوتو سكرول. لو انا مكبرها كده فول سكرين. وهي طبعا لازالت بردك ان هي فيها سور اكبر يعني. وطبعا لو صغرتها كده وصغرت كده. خلاص بردك هي اوتو سكرول. دي جات منين? جات من السطر ده. فورم كزا. بعد كده ما يتوب. انا عندي كل اداة لها توب يعني ايه? كلام بردك نشغل. لها توب وتوه ولها ليفت. توب وليفت. طب تعاني شوف اي حاجة توب وليفت دي. ادي اي اداة على الفورم دي لها توب جاي ده توب بتاعها هو. ودي المسافة دي هي ليفت. والسبق شرحنا الكلام ده قبل كده. اداة البوتن لها كده. ده الليفت بتاعها والتوب من فوق لحد كده. كل اداة من الادوات دي ليها كده. فانا هنا طبعا عملنا حاجة اسمها ماي توب كده هيبدأ كله بعد عشرة. ممكن اكبر العشرة دي اخليها عشرين براحتي. يعني هيبدأ بعد الفورم بعشرين بيكسل. فطبعا انا لو عملت رون كده هو. وقلت له شو اول بعد ما عملت العشرين دي. هيسيب مسافة المسافة اللي فوق دي عشرين. المسافة اللي فوق دي عشرين. طب ما انا ممكن اكبرها حبة تاني. اخليها اربعين. واكبر اللي هي ماي توب دي اربعين. واقول له شو? المسافة زادت هي بقيت اربعين. هنحليها اربعين زي ما هي كده. طب خلناها اربعين ماي توب دي. هنيجي بقى نقول له. آآ ستريم ريدر عزقر من الملف اللي هو ميداتا دوت كزا. فزي ما سبق فتحنا. آآ سترينج ريد لاين هيقرأ لاين. لاين باي لاين. دو بقى. ودو ريد لا دو هوايل. هوايل ايه بقى? هوايل ريد لاين طالما هو هيكرر المسافة كل امر اللي جوا دي. طالما لاين نوت ايقوال نل يعني اخر سطر يعني. نهاية الملف يعني. هقرأ بعد ما قرأت اللي ده ممكن يبقى اول سطر هو نل. فمش قدر انفز اي حاجة. فاسأل السؤال ايف آآ آآ ريد لاين نوت نل كم ممكن علي طول بالمناسبة ان انا اعمل دو هوايل آآ 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 نوت ايقوال نل. واقول له وقفل بعد كده. هوايل تبدأ بهوايل بس من فوق. بس خلاص احنا استخدمنا دو. احنا فهيقرأ سطر وهيسأل السؤال كأنه مرتفعين بس مشكلة هقوله بقى تكست بوكس هكريات تكست بوكس تي اكستي نيو تكست بوكس وهيستقل وبيكتشر بوكس بيك نيو بيكتشر بوكس تو اوبجيكت من الواحد تكست بوكس واحد بيكتشر وبقى كده كمان بنعرف نعمل نعمل كرياشن للأدوات انفلاي من غير ما نسحبهم من التول بوكس من غير ما نسحبهم من التول بوكس ده يعني التول بوكس ده كده انا مستحب حاجة تعمل مش تظهر اي حاجة في التول بوكس إلا ما اقف على الفور يعني من غير ما نسحب من هنا بكتب بالأوامر على طول وقلت له ان تكست بوكس ويتس تلتمية يعني انا حددت الويتس بتاع التكست بوكس تلتمية كان ممكن اخليه اكبر من كده اخليه ربع مية كان ممكن اخليه ربع مية وتكست دوت توب ماي توب اللي هو الرقم اللي ربعين ده وبيكتشر دوت توب بردك البيكتشر ونازلة معاه البيكتشر ليفت تلتمية وخمسة تلتمية وخمسة على اساس ان دي كانت تلتمية بقى انا هخلي دي خمسمية وخمسة مش عايزة هتبقى لزق فيها قوي يعني هسيب مسافة يعني فاتفرج كده على الموضوع ده كده اتفرج المسافات الجديدة اللي انا عملتها دي فخلاص بعيدو كده يعني ده كبر عشان لو انا كتب حاجات كتير يعني ما اضطرش ان انا ااا ااا اتحرك يعنيان لو انا كاتب ركورد حاجة مقبير وخاصة ان عندي الشاشة عريضة يعني فممكن كمان اقبر حبه. يعني اخلي التكس ده اخليه 500 واخلي دي 605. البيكتشر سايز اه مية وخمسين في مية وخمسين. البيكتشر سايز مود بكتشر سايز بوكس هخليه ليه عشان الصورة لو مقاسات مختلفة هو يزبطها لي على المية وخمسين ومية وخمسين. ممكن اخليها مية اخمسة وعشرين مية اخمسة وعشرين بس لو خليتها مية اخمسة وعشرين خلي بالي بقى من البعض دي. خلاص الطوب بقى هيبقى يعني هيزوّر على كل طوب اللي فات مية اخمسة وخمسين ممكن هيزاودي بقى هيبقى في مسافة كبيرة حبة بين الصور الصورة 125-125 وهيزود top بيسوي top زائد كسر وبعدين يقرأ بقى text.text.text يبقى انا كده 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 معلم يعني انا فاتح المسافة للاين بتاعي ده خلاص الوال string ده خلاص احطه جوا text.text خلاص كده يبقى انا حطيت التكست ده جوا كان ممكن ادي برضك text.text.autosize فهيبقى كل واحد مختلف بس خلاص انا ميثبت مصار الصورة اللي احنا عارفين انه كان image دي حتة كويسة يعني string pick pass ده string عشان اخزن فيه مصار الصور ادي بتاع الصور وادي read line split هيعمل split وياخد اول عنصر اللي هو في الكود لان الصور في الفولدر ده باسم id فياخد اول عنصر بعد ما هيعمل split array هيعمل split وياخد العنصر الاولين دي في سطر واحد كده حاجة كويسة محترمة يعني طبعا في اكواد الواحد بيستفيد من الناس اللي تعمل الكلام ده ويتعلم منهم ويتعلم من الكتب والامثلة الحاجة التانية ان انا اضيف ضد جي بي جي خلاص كده انا اخدت كمان الكود ده يبقى انا كده الباف بيك خلاص خزنته البك هعمل بوردر بوردر ستايل بوردر ستايل ضد فيكسد سنجل عشان لو الصورة مش موجودة هيعمل بوردر عشان يبان مكانها بس يسأل بقى ايه فايل اقشد super استمر replying map علام السورة بين المشارجات حاجة الفايل شريك اذا كان المشارج جي ستجب الصورة والبعاد حاجة حاجة الصورة. طب ما كانش ما انا قابلها عامل الحركة اللي هي دي ان انا عامل بوردر فاطفي. يعني السطر ده ما اتعملش عشوائي كده عشان يزهر لو ما لو السطر ده ما تنفز. طب لو السطر ده تنفز يبقى خلاص البوردر دي هتحط فيها ايه? هتحط فيها الصورة. طب كل ده انا لحد وقت ما ضفتش الكنترولز دي بالصور اللي فيها على الفورم. فاقول له فورم دوت كنترول اد تي اكس تي. وفورم كنترول دوت اد بيك. خلاص ضفت الاتنين كنترول. وبعدين اطلع على السطر اللي بعدي. وافضل شغال كده. الفي في اللوب ده. اللي بيقرأ سطر سطر وياخد الداتا اللي عايزها ويعمل اه وطبعا الفورم اوتو اوتو سكرول. الفورم عندي هي اللي انا عاملها دي اللي يعني يعتبر الخاصية بتاعت فورم اوتو سكرول ترو. فخلاص الفورم بتكبر معي. الفورم فيها تلات صور. فيعمل الكلام فورم فيها صور كتير. طيب. وبعدين يقفل الملف اللي بيقرأ منه. وفي نهاية طالما وصل لآخر سطر بانال. بيقفل الستريم ريدر دوت كولوس. طيب اي خطأ حصل الكاتش هي موجودة اه اكسيبشن اي اكسي. ويكتب الرسالة ايه الارور اللي حصل. بعد كل الحد دلوقتي لسه ما ظهرش الفورم. كل ده بيتكون في يعني حطيت الفورم كارية الفورم وحطيت الكنترول عليها وعملت كل المواصفات وعمل كل ده في الميموري. كل ده في الميموري اللي لم تزهر الفورم بعد الفورم موجودة شغالة في الميموري. بعد كده اقول له في فر دوت شو ديالوج. تظهر بشكل الديالوج تظهر بقى الفورم. بكل الكنترول اللي ظهرت الديناميك اللي بتكاريت عليها. فيطلع معي المنظر اللي انت بتشوفه معي ده لما اعمل شو اول داتا اند فوتو. يطلع المنظر اللي انت شايفه. ده كان بيتكون في الميموري الاول بسوره بشكله ده. بيترسم في الميموري وبعدين هب تظهر الفورم. اللي هي بتظهر بسلوب شو ديالوج يعني ما قدرش يارجع في المكان ده. بكده هبقدر سينا خلص وانا هسيب لك الكود بردك على موقع كورس سيفن. آآ اللينك بتاعته الكود كامل تبص فيه. والهدف من المثال مش ان احنا نعمل برنامج بالطريقة البسيطة دي. الهدف ان احنا نتفرق على الاكواب بتكتب ازاي ونبقى مع التطبيقات البسيطة دي نقدر بعد ما عملنا بتطبيق كده آآ بالمنظر ده. بالشكل ده يعني الى حد ما انا شايف انه حاجة كويسة اتعلمنا فيه حاجات جديدة كتير. ما خدمهاش في الكورس التاني اللي هو ايه? السي شارد فاندامينتال ولا ولا بس المفاهيم اللي فيه فهمتنا. وخاصة فكرة الكنترول ان انا استخدمها اكريتها ما اسحبهاش من التول بوكس وابدأ اغير خصائصها. الموضوع ده بيخلي الواحد يقدر يشتغل بشكل جيد جدا. اشكركم بسلام.